عقود متواصلة قامت خلالها مصر بدعم القضية الفلسطينية سياسيا ودبلوماسيا عن طريق دورها الرائد وخلال العام الأخير قامت مصر ببدل جهود دبلوماسية وسياسية لتسليط الضوء على الظلم الواقع على الشعب الفلسطينية ووقف العضوان على غزا ورفض التهجير القصري لمنع تصفية القضية ووجهت مصر أنظار العالم للخرق الواضح من الجانب الأسرائيلي لجميع المواتيق والأعراف الدولية لا لم يعد عالم تحكمه المواثيق الدولية بل بقعة يحكمها قانون الغاب وتستأسد فيها الضباع ويروع فيها الآمنون ويفترس الأطفال حرفيا في هذا العالم سقطت أقنعة العدل وحقوق الإنسان وانتهكت شعارات تشدقت بها دول ظنناها كبرى فانفض حض آلتها وكذبها وكيلها بمكيالين بحسب مصالحها ومصالح حلفائها لم تعود الحرب على غزة مجرد عدوان لاحتلال إسرائيلي غاشم على شعب أعزل بل تخطى تلك المرحلة ليخرج للعالم لسانه متحديا كافة المواثيق الدولية والهيئات الأممية المهترية وهو يعيث في الأرض قتلا وتدميرا وانتهاكا وخرابا مرة بالمجازر والإبادة الجماعية ومرة بسلاح الجوع والعطش والحصار لطالما حذرت مصر من أن الاحتلال الذي استنفذ جميع أشكال القتل والتنكيل ويبث مجازره بثا حيا مباشرا وسط مباركة دولية لا ينبغي أن نلومه هو بل ينبغي أن نوجه أصابع الاتهام لهؤلاء الذين تركوه لأكثر من سبعة عقود بدون رادع لهؤلاء الذين يمدونه بالأسلحة الفتكة ليستكمل المقتلة الدائرة في غزة وفلسطين كلها وبدلا من أن تتحرك المنظمات والمحاكم الدولية ضد ما يجري وتسارع بإجراء محاكمات لمجرم الحرب نجد ارتخاء غير مسبوخ في يد العدالة الدولية المزعومة لقد تنبهت نصر منذ فترة طويلة بما يحدث من تدهور كبير في حالة السلم والأمن الدوليين وحذرت من الغبن الواقي على فلسطين والذي سيجر المنطقة بل العالم بأسره للهاوية لسيما بعدما تحدت إسرائيل الأمم المتحدة بل وللمرة الأولى تقتل أعدادا كبيرة من العاملين فيها بلا حساب قرأت مصر التاريخ واستشرفت المستقبل حين وصلت المهزلة لدرجة منع الاحتلال مدير الأنروا من الدخول لزيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة وعندما تدخل الأمين العام للأمم المتحدة لمحاولة إنفاذ المساعدات لقطاع غزة تحده مندوب إسرائيل وطلبه بالاستقالة فما كان من مصر إلا الاستمرار في مطالبتها في كل المحافل بإصلاح ميثاق الأمم المتحدة ومؤسساتها وعلى رأسها مجلس الأمن بتوسيع عضويته لتضم دولا تمثل العالم الثالث وقدمت خطة عادلة ومحكمة للإصلاح كما دعت لتقنين حق الفيتو الذي أصاب الهيئات الأممية بالشلل ولقد كان للدبلوماسية المصرية دور فاعل في فطح سياسة الكيل بمكيالين تلك التي أدت لتساء رقعة الصراع بعد أن امتدت يد الإجرام إلى لبنان بجانب استهداف سوريا واليمن على نحو يهدد بانفجار المنطقة والعالم بالتبعية ووضعت مصر سؤالها الكاشف إن الكرة الأرضية في طريقها للاشتعال جراء الظلم البين ونزيف الدماء أليس لديكم؟ عقل رشيد